السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والحمد الله جاء معنا انا اختي اللي بقيم بلس ودراء اه بغيت يتخل ليها الرحمة يارب 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 انا اختي مع الوالد عنده خمسة سعين انا انا اختي معه في الدار كان رفده خوتي اخرين في الدياد يارب لا اله الا الله الله يرحمه والحمد الله وانا واحد اختي زمان كان دبا كانت صخرنا الوالد الراجل كبير معه في الدار وبغينا تدري مالا انا ووالده واحتقوتي اخرين ودعوة الوالدة تقول يا رحمة نهار جمعة الله يجازيك يارب 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 بإذن الله لا لا اسماء الله يحفظك الله يرعاك والسعدات المهمة ديالك سعداتها سعداتها ان الحمد لله ولداتكم تم ابنيات والليك يورد البنيات يكون الحمد لله مرحوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات فعالهن وكسهن من جدته كن له حجابا من النار لعنده ثلاثة البنيات او ثلاثة الاخوات وعالهن ينتهى الله فيهن وكسهن من جدته لبسهم وكلهم وشربهم وتعمل معهم بالرحمة حتى بلغهم البيت الزوجية قال لك هذا يكونون له حجابا من النار فقال صحبي يا رسول الله وإثنتان تعمل معهم بالرحمة احتبلهم البيت الزوجية قال لك هذا يكونون له حجابا من النار فقال صحبي وواحدة حتما من كذية ثمن ننجي الذين ثقوا وذل الظالمنا فيها جُثي فالناس يمرون على الصراط مرور الخاطف الخاطف هناك من يمر يمشي على قدمين هناك من يزحف على بطنه هناك من تاتيه كلابيب لكن هناك من هو معفي من كل هذا السيناريو من هم المعفيون مجموعة من الناس من بينهم من عنده بنات عنده أخوات فعالهن وتعامل معهم بالإحسان وتعامل معهم بالرحمة وتعامل معهم بالكرمة الإينات على وجه الخصوص دون الذكور حتى بزاف نسكت تهم الإسلام بأنه أعز شأن الذكور وأهان شأن النساء وهذا ظلم وحيف في حق شريعة وعاقدة الرحمن اللي عنده البنات يعطي الله بمتياز من القبور إلى القصور كي يكون الإنسان في القبر دياله ثم كي يحل عينه كي يقرس إلى القصور مباشرة وكي يعفيه الله تعالى من باقي المراحل المراحل البعث النشور الحساب وهو اليوم القيامة كي يدوز برحمة الله هاتو شكونا هم اللي عنده من المتياز من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو إبنتا أو وحيدا أتلى فيهم فهنيئا لأمك هنيئا لها الحمد لله رباتكم تربية حسنا ودبل الحمد لله الدليل لأنك كتنتمسي لها الدعاء مع الناس في هذا اليوم الآخر وزيد في المدد ديالكم أتلى الله في الوريد تلى الله فيه رحمته وبركته معه اللي كي يبغي يموت الإنسان كي يقول له الله تعالى تعالى إلينا ترتاح عندنا ربكي طلع على المصير دي العبد أو دي الأمى اللي لقى بأن حياته غتقون غير فهل عذاب المعاناة كي يقول لي باركه لك تعالى إلينا ترتاح عندنا نعطيك جائزتك وكمشي يخذ الجائزة دياله واللي ما زال ربي يعلم سبق في علمه أنه ما زال عنده الخير في حياته يمدد له العمر ما زال غي يصلي ما زال غي يدكور ما زال غي يسوم رمضان ما زال غي يدرك ليلة القدر ما زال غي يدرك الجمعات ما زال ربي بغي للحسنة أما اللي ربي عز وجل سبق في علمه غي يبقى غير يتعدب غي يبقى غير يتألم ويألم الآخرين يقول لي بارك عليك تعالى عندنا ترتاح وتاخد جائزتك وهديتك كل شيء ياخذ الجائزة والهدية أما الشهداء اللي متوا في الحرب أو متوا مظلومين أو متوا مغدورين هؤلاء يبعثون على منابر من نور وربك يعتمتاج الكرامة وخاكا حزنوا لفقدهم ولكنهم عند ربهم يرزقون ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين المحاقبين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولم يحزنون نحن نشوفه هذا الأسبوع الأحوال الغريبة والمتردية ديال الضحايا اللي في الشرق الأوسط في فلسطين كنقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللي كيبرد القلوب ديالنا هي أن الشهداء من الأطفال والنساء والثكالة إن شاء الله تعالى في جنات النعيم ضيوف عند الرحمن وخفقدناهم ولكن ضيوف عند الرحمن مكرمين فانطلبوا الله تعالى للا أسماء الله يرحم لوالدة ديالك الله يوسع لها الرحمات الله يسكن فسيح الجنات ويجعل في أعلى عليين ويباركهم الله في الواليد ويعطيه السلام والعافية والصحة والبركة ويجعل أوقاته بالذكر معمورة ودي مناسبة أيها الأحباب الكرام كل واحد فينا يتذكر من مات له من الأهل والأحباب والمقربين الوالدين والإخوان والأجداد والأعمام والجيران كل واحد فينا يتذكر لما توله وندير واحد الفتحة جماعية لأن الأموات الآن في قبورهم كي مدوا يديهم خصوصا يوم الجمعة كي مدوا يديهم إلى السامة يقول يا ربي بغينا عائلتنا ما ينسوناش شحملوا واحد ما دفن والديه وإحبابه والأقارب دياله ونساهم ونشاغل بالدنيا خسنا لابد أن تفكرهم أجل أن تفكرهم جميعا وندير واحد الفتحة جماعية ونقولوا اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم إنهم عبادك بنوا عبيدك بنوا مئمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانوا محسنين فأزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إن أمواتنا قد خرجوا من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم جنات النعيم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لنا ولهم وارحمهم رحمة شاملة اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس قولوا جميعا أمين آمين آمين يا رب اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا يا رب العالمين أبدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة اللهم يا رحمن رحيم اجزهم عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم ارحمهم تحت الأرض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر وارحم واعفوا وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأهز الأكرم اللهم يا رب إن رحمتك وسعت كل شيء فارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين ارحمنا ياد الجلال والإكرام واحشرنا وإياهم مع المتقين واحشرنا مع أصحاب اليمين وبشرنا بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة